شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من وزارة البيئة ومحافظة الفيوم وشركة انرجي ثلاثة الدولية لتنفيذ محطة معالجات وتدوير المخلفات وتحويلها إلى ديزل حيوي واجرافين بمنطقة كوم أوشين بالفيوم ويستهدف الاتفاق سياغة إطار عمل استرشادي بين الأطراف الثلاثة للتعاون المستقبلي فيما يتعلق بمشروع تحويل المخلفات إلى ديزل حيوي واجرافين وذلك إمانا بأن المشروع في مصر يمثل فرصة للبلاد لقيادة الطريق نحو تبني حلول مشتدامة حقيقية لمعالجة المخلفات الصلبة البلدية